الحرب على غزة من جانب قوات الاحتلال وصلت لمرحلة غير مسبوقة من العنف والقتل إسرائيل بتقوم بانتهاكات كبيرة جدا وطبعا بتقوم بعمل مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني اللي تم وصفه بالهجوم الأعنف على قطاع غزة جوا وبرا وأيضا بحر صحيح شازني خالي نروح مع حضرتكم لقراءة وفاية وتفاصيل أكتر مع ضفنا النوارة في السوديو دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية صباح الخير أرى حاليك يا دكتور نوارنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك وعلى المشاهدين في صباح الخير عليك أهلا وسهلا أهلا بحضرتك قراءة حضرتك ورؤية حضرتك للمشهد والصراع في قطاع غزة يعني خلينا أقولك مشهد محزن للغاية أنت أمام توفان من الضربات بشكل شبه يومي تحدثت عنها الكثير جدا من مراكز الاستطلاع بأنها لغاية 3-4 ايام ثاته كانت تساوي كنبلة هيروشيما ما تم ضربه على قطاع غزة وبتتحدثي عن دولة فوق نطاق الشرعية الدولية وفوق قواعد القانون الدولي وما عندهاش أي مشاكل في أي حاجة خالص وبتتحدثي عن ضربات طالة المشافي وطالة المساجد وطالة الكنائس وطالة مراكز الأنوراء وبتتحدثي عن مكان في حدود سكانه 2 مليون 300 ألف نسمة ما عندكيش مكان آمن فيه لا يستطيع أن يذهب إليه شخص أو يستطيع أن يحتمي به شخص فواقع الصراع داخل قطاع غزة أو حرب إسرائيل على قطاع غزة من وطهة نظري واقع مهين للنطاق الدولي والنطاق الإقليمي أن تكون هذه الضربات بهذه القصوة واللي تحدث عنها غترش وقال أن التاريخ سوف يحاكمنا جميعاً داخلترش داخل حديثي اللي قاله قبل كده بأن ما فعلته حماس في 7 أكتوبر لم يأتي من فراغ ولكن نتيجة حصار أو ظلم تعرض له القضية الفلسطينية على مدار 56 سنة جيه مبارح أو أول مبارح قال أن التاريخ سوف يحاكمنا كلنا على سكوتنا على هذه الضربات اللي بتوجه من إسرائيل ضد سكان عزل لا يمتلك من مقدرتهم سوى صراخ نساء وعويل أطفال وأنين آباء وحالة مزرية للغاية برأي كثير جداً من مراكز الاستطلاع وبرأي كثير جداً من المنظمات الدولية الإقليمية طيب هناك دول كثيرة بتطالب وقف هذا التصعيد فوراً وعمل هدنة إنسانية وإدخال المشاعدات برأي حضرتك من صاحب اليد الطولة لوقف هذه الحرب شوف يعني صاحب اليد الطولة لوقف هذه الحرب قولاً وحداً إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الدول كثيراً ما تتحدث عن مسألة إيقاف هذه الحرب لكن يتوقف الأمر عند قدرة هذه الدول في التأثير على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ومؤيدة من دول العالم الغربي وفجاجة دول العالم الغربي في المساعدات وصلت إلى حد أن يأتي رئيس وزراء بريطانيا في طائرة وينزل من المكان الخاص بالمعدات العسكرية والمساعدات العسكرية مش مكان نزول الطبيعي لأي مسؤول يأتي من الخارج وبعد ذلك يأتي إلى العالم العربي وأنا متصور أن موقف العالم العربي والإسلامي بالذات لم يرتقي إلى خطورة ما تفعله إسرائيل بمعنى أن ما زالت مقدراتهم وما زالت إمكانياتهم وما زالت القوة الخاصة بهم لم يستخدموها حتى هذا الطريق إلا من كلمات وربما كلمات بعضهم كانت كلمات غطرش أو كلمات كثير جدا من المسؤولين الدوليين أقوى من كلمات كثير جدا من القادة العرب والمسلمين وأنا متصور أن هذه نقطة الضعف الكبيرة والخطيرة في مثل هذا الصراع دكتور مختار يعني العالم كله بيحذر من فكرة توسيع الصراع دائرة الصراع في قطاع غز شايف حضرتك أن هذا الصراع سيمتد لحد إمتى أو لحد فين إيه اللي هيحصل شوفي أنت واقع الصراع بين إسرائيل هو واقع صراع صريح بين إسرائيل وبين حركات المقاومة بالتنوعات إذا كنت تتكلم عن المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة بالتنوعاتها وأيدولوجياتها أو بتتكلم عن حزب الله أو بتتكلم عن حركة الحسين داخل الساحة اليمنية اللي هي الأجنحة الأساسية والرئيسية لحزب الله وهي دي تقريبا اللي بتقود عملية هذا الصراع بدرجة كبيرة جدا والخشية من امتداد هذا الصراع إليها أنا متصور أن الوقت اللي هيكون مجبر حزب الله والطيارات الأخرى على دخول هذا الصراع عندما يدرك بأن حركة المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة على المحك بمعنى أن هناك خطورة لإنهاءها وأن هناك قوة إسرائيلية تستطيع أنها تسيطر عليها أو تستطيع أنها تتحكم فيها وأنا متصور برغم قسوة الضربات الإسرائيلية لوجهة داخل القطاع حتى هذا التاريخ إلا أنك أنت بتشوف دايما رشقات ساروخية بين حين وآخر إلى تل أبيب وإلى عسقلان وإلى سدروس هل أصلا يمكن إنهاءها؟ هل أصلا يمكن إنهاء المقاومة الفلسطينية؟ لا طبعا مستحيل شوفي أقولك حاجة أنت أمام موقفين في هذا الصراع مهما وصل مدى من وكهة نظري مدى قدرة إسرائيل حتى والولايات المتحدة الأمريكية بقسواتها والوقوف بجانب إسرائيل في هذا الموضوع وديت لعلاقة خلل بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين العالم العرب والإسلام وده حديث نأتي فيما بعد لكن أنا متصور أنك تتكلمي عن حركة المقاومة الإسلامية أو غير الإسلامية داخل قطاع غزة حركة متجزرة في المواطن الغزاوي تتحدثي عن مواطن في حصار على مدار 16 سنة أو 17 سنة الآن جدعون ليفي وأحد الخبراء وأحد المسؤولين الإسرائيليين بيتحدث أن نحن بنعاقب غزة وبنعاقب المواطن الفلسطيني منذ 1948 حتى هذا التاريخ فإنت عندك حركة المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة حركة متجزرة في الأهالي والعوائل والعشائر والبصر الموجودة داخل هذا القطاع فإنت إذا قضيت على الأب فالابن موجود وإذا قضيت على الابن فالأخ موجود وإذا قضيت على الأم فالبنت موجود فتظل موجودة وهي عقيدة راسخة وعشان كده حديث إسرائيل أو حديث العالم الغربي عن إنهاء المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة أنا متصور أن هذا حديث هازلي صعب جدا تحقيقه لكن أنت تشوف تدمير بهذا الشكل وتشوف ضربات وصل قسوتها إلى الحجر والبشر وإلى كل شيء موجود داخل قطاع غزة وتشوف عالم صامت مخزي للغاية وتشوف عالم إسلامي وعالم عربي منبطع بدرجة كبيرة جدا ومعندوش قدرة على أنه حتى يستخدم آلياته وربما تكون كلمات بعض المسؤولين عنه كلمات مخزية للغاية لا ترتقي إلى وقفة صريحة بجانب مقاومة وبجانب احتلال بيقوم بهذه الضربات بهذا الشكل أنت بتتكلمي عن أسر أبيدك من السجل المدني بتتكلمي عن ست تلاف منزل أو سباح تلاف منزل تم تسوياتها بالأرض أحياء وشوارع انتهت داخل قطاع غزة الحقيقة وده أمر تحدثت عنه كثير من اليونسيف الصحة العالمية اللي هي المراكز الأوروبية والمراكز الغربية هي يوم من رايتس واتش وتحدثت عن المعازل الموجودة داخل قطاع غزة وأنا متصور أنه العالم إذ لم يدرك حقيقة هذا الصراع ويبدأ عملية وقف إطلاق نار سريع من الآن لأن قدرة إسرائيل في أنها تنهي حركة المقاومة مسألة مستحيلة قدرتها في أنها تحاول بشكل أو بآخر أنها تبحث عن الأسرة أو توصل إلى مواقع المقاومة الفلسطينية وحتى الآن لم تستطع أن تصل إلى شيء برغم قسوة هذه الضربات أنت بتشوفي بين حين وآخر رشقات وضربات ساروخية في العمق الإسرائيلي صحيح طيب هذه المجازر الحالية دكتور يعني هي ليست الأولى ولكنها الأعنف والأكثر شراسة هل تاريخيا تحركت المحكمة الجنائية الدولية واتخذت موقف ضد قوات الاحتلال نتيجة مجزرة في السابق مثلا؟ شوف ما حصلتش الغد دلوقتي برغم كثير من الشكاوي التي وصلت وكثيرا من المذكرات التي وصلت إلى المحكمة الجنائية الدولية وأنا شخصيا لي رسالة بحث عن المحكمة الجنائية الدولية تحقيق بحث عن جرائم إسرائيل على أراضي الفلسطينية المحتلة كتاب أنا عمله في هذا الموضوع لكن أنت في الأول وفي الآخر بتتكلم عن دولة فوق القانون يعني بتتكلم عن دولة فوق الشرعية الدولية بتتكلم عن دولة فوق قواعد قانون الدولي اللي صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية وصنعتها لعالم الغرب إذا كنت بتتكلم عن الاتفاقية الدولية لحماية المدنيين أثناء الحروب اللي بتصل إلى حد أن العسكريين الذين لا يحملون سلاحا محميين بقوة هذه الاتفاقية واتفاقية من 159 مادة بتحدد لك أمور كثيرة جدا مرتبطة بهذا الأمر أنت بتتكلم عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اللي إنشأت أصلا عشان تستطيع أن تقف بجانب المظلومين وبجانب الدول الضعيفة وغيرهم مثل هذه الأمور ولا يتطبق على إسرائيل رغم شكاوي متعددة مرتبطة مش بأحداث غزة بس أو بالمواجهات السابقة كنت تتكلم في 2008 أو 2012 أو 2014 أو غيره أنت بتتكلم في جنين ما قبل 7 أكتوبر هلاك وضمار 80% من البنية التحتية لجنين قرية تورموس عية قطعان مستوطنين بتخش تحرق أملاك وممتلكات وسيارات العوائل الفلسطينية والأسر الفلسطينية ساموتريلش زعيم حزب السهونية الدينية بيتحدث عن محو قرية حوارة أسر موجودة في مساكن تعيش فيها من أكتر من 50-60-70 سنة منذ خمسينات آخرها عائلة صبلبان كانت تسكن منزلاً تطلع المسجد الأقصى مباشرةً تم تهجيرها منه وتمكن مستوطن إسرائيلي من ساكن هذا المنزل ناهيك بقى عن القوانين الإسرائيلية التي صدرت بهذا الشأن قانون أملاك الغائبين وقانون تحويل ساحات المسجد الأقصى إلى ساحات عامة وقانون التقسيم الزماني والمكاني وانت بتتحدث عن حكومة أكثر حكومة متطرفة في طريق إسرائيل حلفت يمين يوم بعدها بتلات أيام كان أيتمار بن غفير بقطعان مستوطنين بيقتحهم المسجد الأقصى وبيحاول يقوم صلوات تلموذية وغيره غرائب هذا الأمر من وجهة نظري أنه يكون موجود على مشهد ومرأة ومسمع مش عايزة تكلم عن العالم المتحدر أو العالم الغربي أو الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أنه ده طبيعي أن يكون لها ظروفة وأن يكون لها إطارها لكن أنا متصور أنه العيب أن يكون ده أمام مرأة ومسمع من عالم عربي وإسلامي يمتلك من الأموال داخل البنوك الأمريكية والمصارف الأمريكية والبنوك الغربية ما يتعدل 5 تريليون دولار خلي بالك 2 تريليون 400 مليار دولار استثمارات ووداية 11 دولة عربية شرية سندات دين وأزون خزانة بـ 252 مليار دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية 2 تريليون 800 مليار دولار في البنوك الغربية والعالم الغربي واسثمارات لم تستغل وما تقول كثير وأنا في كثير جدا من اللقاءات يقولك يعني يقدروا؟ آه يقدروا وكنت دايما برجع لهم لحديث لقاء هنري كيسينجر بعد 73 بالملك فيصل وهنري كيسينجر ده يعني السياسي من السياسيين المحنكين طائرته هبطت في مطار رياض ويتحدث مع الملك أنه يستأذنه في التزود بالوقود فيرد عليه الملك فيصل وأنا بلغته من الكبر وأريد أن يصلي في المسجد الأقصى أمور كثيرة جدا مرتبطة بهذا الشعب طيب يعني أنت رقم من النقطة الحضرية في التحدث عنها يا فندب لو نتكلم عن الموقف العربي لو نتكلم من أن نبدأ بمصر مصر حقيقة موقفها واضح وصريح وقوي جدا وبتستغل كل أدواتها الدبلوماسية بكل تأكيد لأنه موقف يحتاج إلى حكمة ورشد بشكل كبير جدا وموقفها واضح وصريح لو نتكلم عن الموقف العربي ككتلة بشكل عام وانطلاقة من كل عامل الضغط اللي حضرتك ذكرتها شايف أن الوقت القادم لأي مدى هيشهد استغلال أوراق الضغط اللي حضرتك ذكرتها أو كلمتها طيب شوفي أنا لو أخذت لك الموقف العربي سأسم لك الموقف العربي تلت موقف موقف مصر أردني صريح وواضح في مسألة التهجير في مسألة ضرورة دخول المساعدات في مسألة ضرورة الوقوف إلى هدنة إنسانية وهناك موقف قاطع صارم وعدم قدرة الدولتين في المساهمة بأي حال من الأحوال في تصفية هذه القضية لأنه معلوم أن التهجير ده اللي بتسعى إليه إسرائيل وتحدث عنه كثير من المحللين والأكاديميين الإسرائيليين بأنه غرض التهجير ده أنه هم عايزين يخلصوا من قطاع غزة وهم الضفة الغربية متحكمين فيها بالمناسبة وده موقف مصر أردني موقف قطري معني بالأسرة وفي الكلة الجانبين وبيحاول يقوم بدور في هذا الأمر ثم موقف عربي بقية الموقف العربي اللي احنا كلنا متابعينه وشاهدينه قبل ما أخذك للموقف العربي أنا هقول حاجة طريفة 1982 مارجرد تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا صحوها من النوم لأنه لأرجنتين غزت جزر فوك لاند أخذت جزر فوك لاند فقالت لهم اجمعوا لي مجلس الحرب فردوا عليها الخبراء وقالوا لها يعني مجلس الحرب نروح مجلس الأمن الأول ونشوف الحكاية ونحاول نقول قرار قالت لهم اجمعوا لي مجلس الحرب الآن لست مسؤولا عربيا حتى أتسول حقوقي في نيويورك ده كلام للأسف الشديد أنت بتتكلمي عن قضية صادر بحقها 745 قرار من الأمم المتحدة آخرها القرار اللي جيه من يومين ده بيتكلم عن الهدنة الإنسانية وطلع عنه الكيان الإسرائيلي فيما بعد أو المسؤولين الإسرائيلي وقالك ما فيه شرعية للأمم المتحدة واحنا مش هنطبق هذا القرار حتى لابس هذا في النقطة دي تحديدا يفنب حتى الكيان الإسرائيلي بمناسبة أحرج العالم كله أحرج حتى يمكن نتكلم على الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة المؤخرة أحرج العالم كله صحيح أنا بقولك هو بينظر لده تتبتكلم عن 745 قرار من الأمم المتحدة 97 قرار من مجلس الأمن 96 قرار من مجلس حول إنسان منذ ناشئة دولة إسرائيل لغاية النهاردة ما فيش ولا قرار فيهم أنت قدرت تنفذيه أو قدرت تطبقيه على إسرائيل أنت تتحدثي عن عالم لا يعترف إلا بلغة القوة هي اللي بتحكم المسألة في النهاية ولغة المصالح اللي بتحكم المسألة في النهاية إذا كان عندك القدرة إن كنت تستخدم قوتك ومصالح علاقتك بالعالم الغربي وللغاية المتحدة الأمريكية لتحقيق حلم بناء أمل لحل هذه القضية تستخدميها لكن إحنا هناخد نيركن ده على جنب وهنبدأ نتكلم طب وقوفنا طب عشان قطيرنا عملونا هدنا طب عشان مش عارف إيه ما تعملناش في وقت العالم الغربي بيتبجح بإرسال المساعدات العسكرية عياناً بياناً وإحنا في العالم العربي اسمحي لي أقولك صحيح مرت كثير من المشحنات بقدرة وجهد مصري إلى داخل قطاع غزة العالم كله مش قادر إنه يقف لهذا الكيان لا تخديش كلام من العالم لأن العالم دول مش هما أصحاب العضية بتاعتك يعني على أي حال لن يأتي أحد ليحارب عنك ولن يأتي أحد لكي يستطيع أن يقدم ما لا تستطيع أن تقدميه في الأول وفي الآخر عضية الكدس دي عضية عربية إسلامية وفي الأول وفي الآخر هذا الصراع الذي يدور في قطاع غزة هو هم مصري إسلامي لكن لا تتصوري شيء من العالم الغربي تخدي إيه من العالم الغربي دول تبجحت بهذه المساعدات وتصراحه حتى المستشار الألماني وله يعني كنا بدأت تمنى أنه له يعني بعد شوية أو له شكل من أشكال الحيادية الرجل طلع حديث صريح في بداية هذا الصراع وكان حديثه موجه لإيران والحزب الله صراحة تحذير ألا تتدخلوا في هذا الصراع وألا يكون لكم دور إنجلطيرا حراجت بواركها هل هيدخلوا بشكل صريح؟ بشكل واضح؟ طبعا إذا وصل حد إلى أنه أدركوا لأنه هم يدركوا أنه تدور عليه إذا حسوا أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لا قدر الله لا قدر حد يحط احتمال بعيد على المحاك وأنها في وضع خطر أنا متصور أن الأمر هيكون محكوما ومحسوما بهذا التدخل لأن هناك أنا من وجهة نظري هناك تنصيق بشكل أو بآخر بين الحركات المقاومة دكتور وفقا للقانون الدولي إيه الجرائم لارتكابتها قوات الاحتلال؟ لا كثير يعني لو أنت أنا أشرت معاك إلى الاتفاقية الدولية لحماية المدنيين وأسر الحرب وقعت في 12 أب أغسطس 1949 خلفتها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خلفتها القاعدة 55 من قانون الدولي الإنسان العرفي خلفتها الاتفاقية الدولية الخاصة بالصليب الأحمر والهلال الأحمر اللي اتعاملت 95 و97 الاجتماع 26 والاجتماع 27 خلفتها هي مخالفة كل قواعد القانون الدولي وكل الشرعية الدولية وهي بتتبجح بده وعرفة ده وتحدث كثير جدا من المسؤولين حتى في خطابتهم منهم مسؤولين عرب ومسلمين وغير مسلمين إنه إزاي إنه إسرائيل تبقى خارج نطاق الحساب وخارج حتاك الشرعية الدولية إشكالية إسرائيل إنها شافة تصرف لم تكن تتوقعه ولم تكن تحلم به هي الناس استكانوا وبدأوا عملية تهويد للمسجد الأقصى بخط ممنهج وعملية ضغط لضم المنطقة جيب من الضفة الغربية وخلينا أقول لك أنت من يوم 7 أكتوبر والعالم كله مجهول بقطاع غزة وإسرائيل ماشية في خط تهجير قصري وخط ممنهج في الضفة الغربية خصوصا تلال جنوب الخليل منطقة الأغوار شرق رامالة 98 أسرة فـ 14 تجمع بـ 550 فرد تم تهجيرهم بالكامل وإن من يعترض يطلق عليه يضرب بالنار وإنه أكتر من في حدود 101 قتل بسبب هذا الموضوع فإن تهي هم حكومة جاية تصفي ما تبقى من معالم الدولة الفلسطينية هي جاية عندها الهدف ده وجاية عندها الأساس ده فإن تفاجأ بعملية عسكرية بهذه النوعية ويتم قتل أكتر من 1500 إسرائيلي وأسر في حدود 200 ده عمل جنون وهوس في الداخل الإسرائيلي نشكر حضرتك جزيلا شكر دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية نشكر كيف أننا تتعلم شكر جزيلا